السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين طلاب الصفصين السنوي اهلا بكم في حلقة التانية من مراجعة التفاضل تانية السنوي وكده بفضل الله هنخلص التفاضل النهاردة بالنسبة للمراجعة بتاعت الادبي والعلمي حلقة الادبي والعلمي اول خمس دروس من التفاضل مرجعينهم في حصة موجودة على القناة ان شاء الله في الحصة دي احنا هنرجع الجزء الخاص بعلمي فقط الجزء الخاص بعلمي فقط اللي هما اخر بدار سين ان شاء الله الحصة الجاية هكون مراجعة حساب المثلثات بالنسبة للستاتيكة وبالنسبة للميكانيقة كلها والهندسة الفراغية المراجعات دي كلها نزلت احنا كده نستنى حساب المثلثات والجبر ان شاء الله يلا بينا كده نشوف اول حاجة معنا اول حاجة من الاساسيات بتاعتنا لازم انك تكون عارف ده انت مش عارفه خلاص اكتبه عندك في ورقة اكتبه في اول الورقة عشان نبدأ نشتغل دلوقتي مسائل هتكتب لي ان جا تربيع سين زائد الجا تربيع سين بتساوي واحد دي طبعا الاساسيات بتاعتنا والافكار اللي هنشتغل عليها الجا تربيع سين بتساوي واحد نقص جا تربيع سين الواحد نقص جا تربيع سين بيساوي جا تربيع سين الزاف تربيع سين بيساوي جا تربيع سين ناقص الواحد طبعا ده لازم كله تكتبهولي يلا بينا نشترع احب اقولك برضو انساش تفعل الجرس وزر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد ان شاء الله وتشترك في القناة ويلا بينا نشترع ولو عملت شير مع صحابك هيكون لك الجزائر طيب او تسأل معي النهاردة جاي لك سؤال بيقولك انها السين بتقول للصفر جاي 3 سين مواس جاي 2 سين على 50 تعمل ايه في الشكل اللي قدامك ده اول حاجة هتعملها طبعا عندك هنا جاي عندك هنا جاي عندك هنا سين خلاص يبقى انها اسم على السين فوق وتحت طالما السين بتقوله للصفر خلاص يبقى يجاي وبرضو لو عندك زاو بتاسم على السين تمام جاي 3 سين على السين ناقص جاي 2 سين على السين على 5 على السين تمام دي هتروح مع دي دي هتروح مع دي دي هتروح مع دي يبقى عندك هنا طبعا 3 ناقص ال 2 على 5 معلش في حتة ما قلناهاش هنا طبعا لازم تكون عارف ان لو هنا جايب لك جاي 1 ناقص 3 سين. دي طبعا لازم تكون عارف ان هي بتساوي صفر. على السين. تاني اهي واحد نايز جاتة سين على السين دي بتساوي صفر. تمام كده? وعندك الزا الف سين على السين دي بتساوي الف. وجا الف سين على السين دي بتساوي الف. يلا بقى كده نشتغل في السؤال بتاعنا نرجع له تاني. طبعا بيقول لك تلاتة مقصة الاتنين اللي هي بكام اللي هي بواحد على الخمسة. معينا سؤال الاول بخمس. طيب خلينا بقى نتضرب اكتر. عندك السؤال بالشكل ده. طبعا هنا عندك جا وعندك سين تحت وجا وعندك الزا. طالما كله جا وزا يبقى على طول اسم على السين بسطا وما قامل. يبقى جا سين على السين. زائد اربعة زا سين على السين. وتحت برضو على اتنين سين على السين. زائد جا تلاتة سين على السين. وبعد كده اختصر عادي. هنا ده هيروح مع ده. والسين هتروح مع السين. والسين مع السين. والسين مع السين. يبقى هنا اتنين وفي هنا واحد. يبقى اتنين في 1 زائد هنا 4 في هنا 2 يبقى 4 في 2 على طبعا عندك هنا 2 وعندك هنا 3 اللي طلعت يبقى 2 زائد 3 تمام? تمام. 2 في 1 ب2 زائد 2 ب4 ب8 يبقى 2 زائد 8 على 2 زائد 3 اللي هي ب5 فدي طبعا 2 زائد 8 اللي هي ب10 ويبقى بساوي 10 على 5 يبقى الناتج النهائي بتاعي هو 10 على 5 نتدرب اكتر شوف كده سؤال شوف كده سؤال ده بيقول لك هنا انها السين بتقوله للصفر سين زائد سين جاتا سين على جاتا سين جميل اوي بتعرف الحلية للسؤال ده او سهل جدا هنعمل ايه هنقسم على السين فوق هنقسم على السين تحت كل اسئلة بتاعتنا السين بتقوله للصفر هتقسم على السين فوق السين تحت طالما عندك جاتا والزا طيب ايه هتقول هنا سين زائد السين جاتا سين على ايه? على السين يا مصدر على السين يا مصدر سنين باستثم سنين كافية حسنا Aaa جا سين على السين وجا تسين على السين ليه لان دي ضرب دي كانت جمع اما دي كانت ضرب فهنا في الضرب هنقسم دي مرة على دي ودي مرة على دي معي معي طب تعالى نكتب لفوق الاول هيبقى هنا ايه هيبقى هنا واحد زائد سين جا تسين تمام تمام على ايه على جا سين على السين مرة اه جا سين على السين مرة في جا تسين على السين مرة جميل او طيب انت عندك هنا هنيجي هنا نعوض هنقول له واحد زائد صفر هنا الصفر منهوش قيمة جاتا صفر اللي هي بكام جاتا صفر اللي هي بواحد على هنا طبعا جاتا صين على الصين اللي هي بواحد في جاتا صين على الصين لها جاتا صفر على الصفر طبعا دي قمتها بواحد يبقى أنت كده عندك اثنين على الواحد اللي هي بتساوي اثنين على الواحد اللي هي بتساوي اثنين يبقى كده مصدر أنا القيمة بتاعتي طلعت بكام السؤال ده طلعت باتنين نتضرب أكتر طيب عندي السؤال بعد شو بيقول لك إيه هنا بيقول لك السين بتقول الصفر وعندي هنا جا وعندي هنا جا يبقى على طول أسم على السين يبقى هيساوي هنقسم على السين يبقى السين تربيع على السين زائد جا 3 سين على السين نقسم على 5 سين على السين طبعا هنا في جا 2 سين على السين جميل قوي هنا لما تيجي تقسم على السين تربيع على السين هتبقى لي إيه هتبقى لي سين واحدة تمام حدش يقول لي هنا ما لنهاية احنا ايه? احنا في الصفر. اعنانا شغالون دلوقتي. فيه الصين بتقول له الصفر. الصين بايش بتقول له المال عشان اعود. مدروحش للحصة اللي فاتت. لا. ركز معي. تمام؟ هنا السين تربيع على السين اللي هي بسين. تمام سين. زا penت مستمر العادي يبقى يتبقى لي تلاتة. تمام? يبقى سين زا penت مستمر العادي يبقى لي اتبقى لي اagara شميع غير خمسة. وطبعا جاة اتنين سين على السين طبعا دي ما ينوب NeSTOW dir جاتها اتنين في صفر على الصفر طبعاً ديات بتطلع عليك بقيمة دايماً بواحد تمام؟ هنا في واحد يبقى خمسة يبقى سين معلش اللي هي بصفر قمتها بصفر يبقى صفر زائد ثلاثة على خمسة في واحد هتساوي ايه؟ هتساوي ثلاثة على خمسة ده أبسط صورة لها او ده ناتج النهائي بتاعنا تمام يا شباب؟ تمام يلا كده نتضرب أكتر طبعاً الدرس ده احنا معينا لحوالي خمسة وشر فكرة فاركز معايا الدرس ده وبعد كده الدرس اللي بعده اللي هو الاتصال وكده خلصنا شوف لي كده السؤال ده بيقولك ايه؟ بيقولك انها السين بتقول للصفر تلاتة على خمسة سين زائد الأربعة جاء أربعة سين طيب همعمل ايه في السؤال ده طبعاً السين بتقول عندك ليه للصفر وهنا طبعاً اقدر ان انا اوزع ده هنا في الشكل ده طيب تعالي يلا نوزعه كده هيبقى اقول ايه؟ زائد هنا أربعة جاء أربعة سين أربعة جاء أربعة سين كل اللي بتقوله انا بكتبه تمام؟ نعمل ايه بقى بعد الشكل ده طبعاً هنا ده انا مقدرش اعمل فيه اي حاجة الا تعويد مباشر ليه؟ لانهو مش كسر اما هنا ده اللي ان اقدر اقسم عليه في السين تمام؟ اقدر اقسم هنا على ايه؟ على السين يبقى هالسين دي هتروح مع السين يبقى هنا هتبقى لي ايه؟ هتبقى لي تلاتة فيه أربعة على الخمسة زائد هنا 4 جاء 4 سين يبقى 4 جاء 4 في 0 تمام فيتساوي 12 على 5 ممتها لحظ تعال نحل السؤال ده تاني لأن فكرة جميلة الفكرة بتاعت السؤال ده هنا جايب لك ايه بيقول لك 3 على 5 سين زائد ال 4 جاء 4 سين تمام هنا جاء 4 سين معلش الفوكس جاء 4 سين لازم توزها على ايه لازم توزها على ال 2 تمام فلما توزها طلع بالشكل ايه تقول لك 3 جاء 4 سين على 5 سين زائد 4 جاء 4 سين دي طبعا مش هدر تعمل فيها حاجة لأنها مايش كسر تمام دي اللي هنعرف نشتغل عليها هتقوم شهد للسين مع السين هيتبقى لك 3 في 4 على الخمسة زائد 4 جاء 4 هتعود هنا عادي خالص لو هو على السطر كده ما ينفعش تعمل في اي حاجة نتضرب اكتر السؤال هو جميل اخوه خالص نعمل ايه في السؤال ده طبعا هنا عندك سين بيقول لك بتقول الى التلاتة طبعا لقال لك سين بتقول الى التلاتة هتودى التلاتة هناك بعكس البشارة يبقى انا عايز سين ناقس 3 دي في البسط وفي المطام هعمل ايه هحتاج ان انا حط سين ناقس 3 الفكرة الوحيدة اللي هتحلي بها السؤال ده هو ايه هتاخد العامل المشترك كيبقى هتساوي هنا هتقوم عامل جاء هتاخد التلاتة عامل مشترك هتبقى لك سين ناقس الايه هتبقى لك سين ناقس التلاتة وهتقفل الكوس على هنا ايه هتاخد الاتنين عام المشترك هتبقى لك سين ناقص ثلاثة برضو تمام سين ناقص ثلاثة راح نمع سين ناقص ثلاثة كده السؤال بتاعت حل يبقى بتساوي ثلاثة على الاتنين دي اللي جابة بتاعت السؤال تمام طيب احنا لسه مشتغلناش عزا نشتغل عزا نفس فكرة الجاب الزبط هنا بيقولك السين بتقوله للصفر عندك زفو وعندك جا تحت يبقى خلاص هاسم على السين عادي خالص تمام اسم على السين بصا ومقاما يبقى خلاص يا مستر سين زا اتنين سين على السين واسم تحت يبقى السين تربيع زائد جا طبعا هنا جا تربيع ثلاثة سين على السين ركز لي بقى هنا انت لما جدت اسم هنا قلت لي اسم على السين بس انت لو ركزت انت محتاج تسم على السين تربيع ليه بان عندي اكبر سين في المقام يا مستر هي السين تربيع يبقى على طول هربع دوت كده وهربع دوت كده يلا بقى نشتغل عادي خالص تقول لي يا مصر السين تربيع من هنا هيروح مع السين تربيع من هنا وعندي هنا فيه سين هتروح مع السين من تحت لو سين رحت مع السين من تحت هيتبقى لي الشكل ده زاء اتنين سين على السين طبعا دي انت عارف ان ده هيروح مع ده فيتبقى لك اتنين يبقى انا كده عندي البص ده كله بكام البص ده كله كله باتنين تمام عندي الشكل اللي تحت ده جاء تربيع ثلاثة سين جاء تمام جات تربيع ثلاثصين ديتعلن فيها ايه? طبعا انت شلت ده مع دها بس انت عندك ده برضو لسة بعده يعني انت عندك ده لسة مع ده تمام؟ تمام. تعالوا نحل السؤال تحت كده? بس يا شباب انا ايه? انا انا هنا وزعتها هنا وهنا بشكل ده. تمام? تمام. قلت لك فوق هنا هتشيل سنية مع السنية وهنا هيتبقى لك سنية مع السنية فهيتبقى هنا ايه? هيتبقى هنا سين كده بس. فطبعا هنا السين هاتروح مع السين فهيتبقلك فوق الاتنين. يبقى كذا البصKK كله باتنين. طيب المقام. ده كله بواحدة يبقى واحد زاد هنا جه تسع سين تربيع على السين تربيع جميل. هتعمل ايه طبعا هنا. اناYangan عندي يا مصدر ايه? J aka ge تربيع تلات سين. جميل. التربيع ده مش على جه مسا نصر لأ. التربيع ده على كله. التربيع ده على كله فهنا الج وقاعدت كده هربعike ثلاثة هربعForm يعني ده معناه ايه يا مصدر معناه جاء تلاثة سين بكل تربيع طيب لو عندي يا مصدر تربيع السين عادي ده على السين بس لكن لو عندك تربيعmic أو تربيع الز أو التربيع عالجة يقدر على كله على ايه على كله تمام عملت كله تمام حلووي ده هيروح مع ده فيدبقالك هنا أيه فيدبقالك هنا تسعة واحد زي التسعة دي أبسط صورة لها يارب أكون أفدتكم شوفوا بقى معي الفكرة دي شننتقل إلى واحد نقص جاتة سين بقى تمام؟ الفكرة دي هتعمل فيها إيه؟ طبعا هنا عندك إنها السين بتقول إلى ما جانش مكتوبة السين بتقول إلى الصفر حاول كده تحل وارجع لي تاني هنحلها طيب يلا حل كده أكبر سين في المقام كيام سين تربيع خلاص نقسم على السين تربيع فوق وتحت بالشكل اللي قدامك ده لو أنت عملت كده يبقى صح يبقى 2 سين تكعيب على سين تربيع سين جاء 5 سين على سين تربيع سين تربيع على سين تربيع نقص ثلاثة سين تربيع على سين تربيع هنا طبعا ده هيروح بواحد هنا ده هيروح بتلاتة هنا ده هيروح هيتبقى لي طبعا سين أس ثلاثة على سين أس اتنين هيتبقى لك 2 سين طيب هنا هتعمل إيه؟ هنا في سناية هتروح مع السناية يبقى هنا هيتبقى لك أه هنا هتبقى لك سين واحدة فهنا جاي 5 سين على السين هتبقى لك 5 فكده يا مصر هنتبقى لهنا 2 سين زائد 5 على 1 ناقص 3 تمام ايوا كده مظبوط طيب السين بي كام السين بيتصفر 2 في صفر بي صفر 0 زائد 5 بي 5 على 1 ناقص 3 اللي هي سالب 2 يبقى كده إجابة بتاعت السؤال سالب 2 على ال5 سالب 5 معلش على ال2 السالب بيطلع فيه تمام نتضرب بقت على 1 ناقص جاعة سين واحد ناقص جاتا سين بيسوي صفر طيب ملكش دعوه بكل ده ركز لي هنا في السؤال بتاعي بيقول لي ايه بيقول لك نها واحد ناقص جاتا سين زائد جا سين على واحد ناقص جا سين ناقص جا سين هتعمل ايه في السؤال ده طبعا هنه هقسم على السين لان هنا عندك السين بتقول الى الصف تمام يبقى واحد ناقص جا سين زائد جا سين على السين على واحد ناقص جا سين ناقص جا سين على السين جميل جميل طبعاً دي أنا قلت لك في الموجب السليب بتاخد دي كده مرة ودي كده مرة وينا برضو دي أخد دي كده مرة ودي كده مرة لإما هتعملها سين هنا وبعد كده تفصل وهنا سين لإما هتعملها بنفس الطرية دي أياً كان نفس الحاجة تمام؟ تمام تعالوا نعملها بطرية تانية يبقى واحد نائز جاتا سين على السين زائد جا سين على السين على واحد نائز جاتا سين على السين نائز جا سين على السين تمام؟ نفس الحاجة بالضبط حلوة هنا هتعمل ايه؟ هنا دي طبعا انت عارف ان هي قيمة بتاعتها كلها بصفر تمام؟ انت عارف ان القيمة بتاعت دي كلها بكام? بصفر تمام؟ يبقى هنا صفر زائد هنا دي بواحد على دي بصفر ناقص واحد طيب موجب واحد على سالب واحد دي اللي هي طبعا بتساوي مثلا اللي ما صلي عن دي thing تساوي سالب واحدlü 1980 Okay? تمام تمام دي كدة الاجتماعى بتاعتنا نتضرب اكتر لما يجيلك سؤال بالشكل ده تعمل في ايه طبعا الشؤال ده السين بتقوله للصفر يبقى سمفو على السين ومفو على السين واحد نقس جاتة سين واحد نقس جاتة سين على السين على جاء اتنين سين على السين تمام هنا طبعا ده بتساوي صفر على الاتنين يبقى الإجابة بتاعت السفر على الاتنين اللي هي بتساوي الصفر تمام كده يلا الفكرة دي مهمة جدا فكرة دي مهمة جدا هلوا الفكرة دي يلا وبعد كده هناخد السنة بتاعت البي لاخر افكار في الدرس ده عشان ندخل على الدرس اللي بعد. طيب يلا بسم الله كده. تعال هنا نعوض عادي خالص زي ما احنا بنحل. هنا انقول سين على السين. على السين تربية على السين. الفكرة دي جابوا على ناس كتيرة في الحلقة الشرح. تمام. هنا يا مصدر دي طبعا انا عارف ان هي بتسوي سفر. تمام. على ايه? على سين. هنا طبعا بتسوي سين. طيب السين بكام السين اللي هي بسفر? اوه. سين على السفر. سفر على السفر اللي هي قيمة غير. انا معي هنا جدا يا شباب ركزوا معي في الحتة دي. هنا مفيش حل اللي انا اضرب في ايه? اضرب في المرافق. الحل الوحيد هنا. لو طلع معي في الشكل ده. صفر على صفر. تضرب في ايه? اللهم صلى الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد. تضرب في المرافق. يبقى واحد نقص جاتا سين على السين تربيع في واحد زائد جاتا سين على واحد زائد جاتا سين. تمام? لما تيجي اضرب في المرافق واحد 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 الموجف في سالب بسالب جاتا سين لها جاتا تربيع سين تمام؟ على إيه؟ على السين تربيع طبعاً دي على السين تربيع قلت لك ثبتها وهنا إيه؟ واحد زائد جاتا ثين طبعاً دي من الحلقة اللي فاتت. قلت لك ثبت دي ما لكش دعوبية خلص. طيب هنعمل إيه بقى في الشكل اللي قدامنا ده؟ هتبص على حاجات اللي أنا قلت لك تبقى في أول حصة أنه الواحد مقص جاتا تربيع سين دي لها بكام لها جا تربيع سين طيب بعد كدهountain اعمل ايه بعد كده احتاج انك تسمع على السين طيب سمع على السين يبقى تربيع سين على السين على السين تربيع واحد زائد الجا تا سين على السين بعد ما اسمت علي سين لقيت ان هنا اكبر سين لا اس 2 يبقى هنا classic hac supreme وهناITCH chose two ثمام وانتعارف ان j تربيع sin جا تربيع على j تربيع يبقى اكيد هنا ج 점كئه تربيع وهناك هنا ج autism هنا wants sin فيتبقوا لك فوق واحد وبقاله فوق واحد السين تربيع سوف تربيع اوه، aqui اه ده هنا هي تبقى لي واحد زائد jata-s in اوه ذي ت Marx وليس هنا classic 1 زائد jata jata صفر بكام jata صفر بواحد بيبقى واحد زائد واحدي اللي باتنين واحد زائد واحد اللي باتنين يبقى الجواب بتاعتي واحد على اللي اتنين معلاش السؤال ده مهمة ثاني خلينا نشرحه ثاني بص كده معايا هنا ركز هنا كده حليتت اولدت بشكل ثاني بيقولك هنا ايه بيقولك نهى الواحد مقاس الجاتة سين على السين تربية هاتقوله خلاص هأسم على السين طلعت صفرة على السين اللي هي صفرة لقيمة غير معينة خلاص يجب عينها ماية في عينها هعمل ايه هضرب فيه المرافق فيش حل اللي انا اضرب في المرافق دربته في المرافق يبقى هنا واحد فيه واحد بواحد الموجف في سالب بسالب الجاتة سين في جاتة سين في جاتة تربيع سين دي انا طبعا عارف ان فيه حاجة اخدناها في اول حصة ان هي بتساوي جاتة تربيع سين وطبعا هنا قلت اللي تحت ده عادي خالص تمام بعد كده عملت ايه بعد كده قلت له خلاص انا هقسم على السين الحل بتاعي ان هنا هي هقسم على السين عشان تمديني ان السين بتقول الى الصفر سمفر niños يوجد سين تربيع على السين تربيع هنا سين تربيع على السين تربيع وهنا سيطارا وسيطار الشيخ مع deceitն والذي سيطار أικό academia واحد دقيقة على السباح واحد زائد سين هذه سفرة 1 سين سن واحد صور complètement ركز معي فى الأفكار مهمة وفقار الصعبة الأفكار الصعبة سمفر أن السين سمفر Bengh سبب fazada decay هتعمل ايه في الشكل اللي قدامك ده طبعا ان هنا عايز تسين ناقص الواحد طبعا تسين بتقول الواحد يبقى تسين ناقص الواحد عايزها بص للمقاما اهي عندي في المقام اعملها في البص ازاي هي دي الفكرة طيب بص هنا هتجيبلي كده هتقول جا باي ناقص البي سين واعد كده في القوس على الواحد ناقص السين مش فهم حاكة بص كده هنا قولنا جا عايدي خالص بعد كده هتطلق باي وحطت باي ونقصت منها الباي سين اللي هي جانت هنا تمام اصبر عليها وانتدفع بص هنا كده هنا طبعا هنا اقول ايه هقول جاية وبعد كده الباي دي ممكن اخدها عام المشترك فيتبقى لي واحد ناقصين تمام على واحد ناقصين طيب ما ده اللي انا كنت عايز وكنت عايز يبقى فيه زيها فوق خلاص يبقى ده يروح مع ده طيب انا عملت ايه انا حطت باي هنا عشان اخد باي عام المشترك ما جانتش في حل غير كده السؤال ده مش هتحل الا بكده فحطيت الباي هنا عشان اخد باي عام المشترك ونقصت منه عشان يبقى نفس الشكل اللي زحت بس يا مصدر بس ده اللي انا عملتو والله تمام تمام ففي الحالة دي انا هيتبقى لي ايه هيتبقى لي الباي بس تمام فالاجابة بتاعتي هتساوي باي بس سؤال بسيطة هو تمام انقلوا يا لقى عندك نتضرب اكتر بص كده على السؤال ده انا عايز اركز على ايه حالتي تقول ليه ده مفتاح الحل بتاعي ايه mention my wife السين بتقول للين asked for the two طيب السين بتقول لفاقيا على الاثنينñasnikov لازم يكون عندي في البس اسم nego CEO сделал zero buy دي لازم تكون عندي في البس طب خليك في البس ازاي Karen ع deliberately in the Cross من اأخذ الاثنين عام المشترك الجميل يقابك جاي اتنين علي ايه علي اتنين ويأخذ الاثنين عام المشترك طبعا هقسم providing importante علي ايه partnership تمام تعرفت وطلعها لي فوق ومعرفش ليه وانا مش عارف ان الجاتة سين ده هاي الجاتة سين ده هاي هي هي لو قلت الجاة بايع على الاتنين زي السين زي مستر تعال بس كده تعال بس كده هكتبها وفاهمها لك هوا الجاة بايع على الاتنين ناقس السين انت مش عارف ان تسعين مقسسين ده بتتحول تبقى جاتة تسعين مقسسين ده بتحول تبقى جاتة تاني تسعين مقسسين بتحول تبقى جاتة تسعين والمتين وسبعين بيحولوا. اه يا مستر تمام وصلت يا مستر شكرا لي جدا. يبقى بايع على الاتنين ناقص السين. طبعا ده هيروح مع ده. فالاجابة تطلع عليك نص. او عتقول لي واحد او عتقول لي اتنين ده فينا واحد على الاتنين. يبقى الاجابة بتاعتك نص. دي طبعا الافكار اللي بتوقع عناس كتير. طيب عندك فكرة حلوة وارضوا عن نهايات. الفكرة دي. الفكرة دي ممكن على فكرة تيجي كمان في ها أدبي. مش مشكلة هنبقى نقولها. طيب هنا بيقول لك سين جا سين سالب واحد. طبعا احنا اخذنا في الحسل الفيت ان السين سالب واحد دي اللي يعبار عن واحد على السين. تمام تمام. يبقى هتحلها عادي خالص يبقى هتقول لي سين جا واحد على السين. جميل. وبعد كنت بتعمل ايه بتقسم لي على الشين. طبعا مقم بنendra المقام بسطي. يعني السين هنا هتروح مع السين هنا. هتروح مع السين هنا فيه يتبقى لي واحد الاجابة بتاعتي تمام تمام. نروح بعد الاتصال. بعد الاتصال ناخد افكار على الوجود طيب هيجي لك سؤال بالشكل ده يقولك ابحث وجودها نعمل ايه في الشكل ده? بيقولك اللي السين بتقول الى صفر. اقلت تبقيه الصين على الصين. في الحالة ديت انت بتخذها مرة بالموجب وبمرة بالسلب عشان تبحث وجودها. فهقول لك مرة اقلت تبقيه الموجب الاول على الصين. ومرة ا גם منannée سادت على الطريق. طيب في الجاتة بالزات في الجاتة بالزات. السالب بيرون. يعني هنا ايه? يعني هنا مسلا انا هقولك بتساوي واحد. هنا بتساوي واحد. اما هنا قولك بتساوي برضو واحد. للن الجاتة بتشيل السالب. الجاتة بتشيل السالب. اما الجا والز confessed ما بيشلهوش. تمام? تمام. يعني ايه الجا والز contenido ما بيشلهوش. طبعا خلينا اقول دي الموجودة الاول. يبقى الدلة دي اذا موجودة. طيب تعالي ناخد واحدة ايه? واحدة على الجي عشان نفهم يعني ايه الجي مش بتشيب. لو جيت لك نفس السؤال قلت لك انها السين بتقول الى الصف وقلت لك جي جي مقياس السين على السين. تمام? قلت لك حلل للسؤال ده هتقول لي مرة الجي سالب سين على السين دي في الحالة السالبة في حالة صفر السالبة وفي حالة صفر الموجبة هتقول لي جي سين على السين. تمام? هنا في الحالة دي بتسوي واحد اما في الحالة دي بتسوي سالب واحد. تعال كده نجربها على الآلة نحط مثلا مكان لو انت مش عارفها خالص هنحط مكان السين دهو مثلا يا عمي خليها واحد جميل جميل معلش ان الآلة بتاعتي بايزة من هنا مثلا هنحط هنا اهد قد الكسر بتاعنا الكسر اهو بصوا انا كتبت دي كده على الآلة بس حطيت هنا مكان السين واحد بس تمام طلعت معي كم يا مستر طلعت معي عدد موجة معا لين تمام تعالوا نكتبها بالسالب طلعت نفس العدد يا مستر بس بالسالب يعني في حالة جا مش بتغير طيب تعالوا كده نجرب الجاة على الآلة الحزبة اه جاة عملت جاة وحطيت مكان هنا واحد وهنا واحد طلعت لي موجبة بس انا حطيت ايه حطيت هنا سالب واحد يعني في الحالة دي طلعت موجبة وفي الحالة دي برضو طلعت معايا موجبة يبقى اذا ايه الجاة ما بتغيرش اما الضاء والجاة نفس الفكرة اما الجاة ايه الجاة ما بتغيرش الجاة دايما موجودة اما الجاة مش هتبقى موجودة هتبقى ايه غير موجودة طيب ناخد بقى الاتصال لما يجي لي مثلا دلة بالشكل ده هي الدلة بالشكل ده عندك هنا واحد وعندك هنا خمسة قالك اتدلة عنده نقطة واحد ديت هل هي متصلة ولا لأ طبعا عندك الاتصال عند فكرة والاتصال عند نقطة الاتصال عند فترة هنا يا مصر هيبقى من السفر من السفر لحد الخمسة او الدلة دي ايه الدلة دي متصلة جميل اوي لو مفتوحة لو مفتوحة تبقى غير متصلة اما لو الدلة لو الفترة مغلقة تبقى ايه تبقى متصلة بعد كده بتوجد المجال عند الفترة عادي خالص مش فاهم اي حاجة في المستر مش فاهم اي حاجة يا مستر تعال انا اخد كده مسئلتين على الاتصال يلا بنا السؤال هيجي لك بنفس المص ده هيقول لك الده السين بتساوي هنا المقياس سين واستلاتة على السين واستلاتة وهنا اتنين السين لا يساوي التلاتة والسين بيساوي التلاتة عند السين بيساوي التلاتة اوجد الاطراض جميل اوي هنا هعمل ايه يا مصطر في السؤال ده؟ هتركز على اللي لا يسوي ليه يا مصطر؟ لان اللي لا يسوي ده بيبقى ليه قمتين بنحسب الاطراد من اللي لا يسوي تمام؟ اللي بيبقى فيه لا يسوي هو ده اللي بنحسب منه الاطراد طيب تعالا بقى نشتغل كده هنعمل ايه؟ هنقوم عاملين الاطراد اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك عيسى محمد هنقوم عاملين مكياس بتاعها لإما موجب لان مثال يبقى سين على سين ناقص 3 على السين ناقص 3 او ممكن نعمله ايه؟ سالب سين ناقص 3 على سين ناقص 3 جميل؟ جميل بس في الحالة دي يا مصطر جموجة بيبقى السين هنا جانت اكبر من الثلاث اما في الحالة دي جانت سالب بيبقى السين اصغر من الثلاث وجان عندي حالة تالتة ان السين بتساوي ثلاثة اللي هي الاتنين السين جانب بتساوي الثلاثة تمام؟ فانت كده طلعطيلي الثلاث حالات بتوعي يعرف هتعمل ايه جمعينلك ع patiently فيها CR少 teore 3 خلاص عوض مكان السين هنا بال 3 و عوض مكان ال 3 طيب تعال نعوض مكان السين هنا بال3 طيب هنا 3-3 ب�0 0 على الصفر متقوليش فيها الصفر 0 على الصفر فيها الбоحد هنا يا Bispro طلعت لي بواحد تعال نشوف هنا كده هنا سلي ... هنا هقول 3-3 بصفر يبقى هنا سالب سفر ماذا سالب سفر هنا هيتحدث على صفر هنا سليب سالب واحد يبقى تعالكunction يومها تاني كده äischen __ 1000 كالتلاثي ســــــــــــــــــــ 135 هل أم0 لا يكون سيدا تعالي نحط فكرة عليها هنا ستوقفه تساوي دال للتلاتة السالبة. ولا تساوي دال للتلاتة حتى. تعال نكتبها برضو عشان ايه? تقول احنا ما اخدناش الجابة لنا مسجية. لا احنا اخدناها. الدال للتلاتة الموجبة. لا تساوي دال للتلاتة العادية. لا تساوي دال للتلاتة السالبة. يبقى على طول الدالة غير متصلة. ناخد الفكرة التانية. ادي الفكرة التانية والفكرة دي بتوقع على ناس كتيرة صعبة شوية. فركز معي برضو ايه? ركز معي فيها. تمام دي اخر فكرة ان شاء الله يلا اركز معي بيقول لك ايه بها هنا بيقول لك ان هي متصلة عند حق اوجد الالف والبان معي اوجد ايه الالف والبان طيب هتقول لي يا مصر اذا انت عندك هنا سلب واحد وعندك سلب واحد وعندك هنا ثلاثة وعندك هنا ثلاثة خلاص يا مصر جميل هشتغل اول حاجة على السلب واحد هنا وسويب هنا واشتغل هنا على الثلاثة وسويب هنا بس كده تمام زي ليه لان هو ايه اللي متصلة عند الحق فمتصلة عند الحق معنى كده ان الفرع ده ان الفرع ده كده ان الفرع ده كده بيساوي الفرع ده كده اللي اكبر منه بيساوي اللي اصغر منه وان الفرع ده كده بيساوي الفرع كده طالما قال لي ايه طالما قال لي ان هي متصلة عند الحق طيب يا مصر تعالى كده هنعوض بالقولة انت ايه ايه قال لي ان هي متصلة عند الحق وقال لي ان عندها السين عندها السين بتساوي سالب واحد وقالك ان عنده السين بيساوي ايه بيساوي ثلاثة تعال نشوف عنده السين بيساوي سالب واحد معلش اني ماكتبناش في الاول عنده السين بيساوي سالب واحد يبقى هنا اربعة في سالب واحد اللي هي بتساوي سالب اربعة طيب ده بيساوي انه وسط بيساوي ده عنده السين سالب واحد طيب عوض هنا بسالب واحد يبقى سالب الف زائد الباق بيساوي ايه بيساوي سالب اربعة يبقى دي كده المعادلة الاولى بتاعتي ؛ الص algum. يبقى هنا عوض مكان السين بتلات. بسم الله. تعالو كده نعوض يلله. تمام? يبقى ايه؟ يبقى 3 ال Bus جميل. تعال بص legitim نشوف هنا. الصانة جيت موجودة فين. التلاتة في حالة الموجبة مفروض هنا ايه؟ ثلاثة الموجبة. وهنا نعوض 3 السلب. طيب خالة الموجبة سالي بيilities 3 سالب اتنين Foi ثلاثة اللي هي بي ک Tagesبس tier 6. تمام. يبقى هنا اب monster Las siècle higher plus est بالسلALIof ستة. طيب يبقى دي كده عندي ايه? دي كده عندي المعادلة التانية. طيب تعال ابقى نحطهم تحت بعض. يبقى عندي ثلاثة الف زائد باق. بيساوي سالب ستة. وهنا سالب الف زائد الباق. بيساوي سالب اربعة. جميل. طبعا هنا انت مش هينفع تشيل دمعة ده. انت كده ما عملتليش حاجة. انت كده ما عندك مجهولين. فعشان تشيل هتعمل ايه هتطلب هنا? هتضرب هنا في سالب واحد. فبالتالي الباق هتروح مع الباق. ده اللي انا عايز اعملوه. الباق هتروح مع الباق. او الالف هتروح مع الالف. بس في حين ان كانت الالف هنا موجبة وهنا سالبة. تمام? اه كانت هنا موجبة وكانت هنا سالبة. فقلنا هنرايحهم مع بعض على طول. بس مجانش فيه التلاتة دي. طيب هندرب هنا في سالب. يبقى ايه? يبقى عندك هنا تلاتة الف زائد باق بيساوي سالب ستة. الله صلى الله الله صلى الله عليه وسلم مبارك على سالة محمد. الف نقص الباق بيساوي اربعة طبعا. علشان انت هتضرب في كل البتاع. اه في كل المعادلة. يبقى عندك هنا تلاتة الف والف. يبقى اربعة الف بيساوي سالب ستة زائد اربعة. بتساوي مصدر اتنين. يبقى عندي الالف بيساوي اتنين على الاربعة. بتساوي نص. طيب انت كده طلعت لي قيمة الالف. نروح نعوض في اي معادلة من الاتنين. تعالنا نعوض مثلا في دي. علشان نطلع ايه نطلع قيمة الباق. يبقى تقول لي تلاتة في نص زائد الباق بيساوي سالب ستة. الباق هتساوي معلش هنا يا شباب السالب ستة. زائد الاربعة بتساوي سالب اتنين. تمام? تمام. فهنا سالب اتنين. هتخلي هنا في هنا سالب نص. تمام? فهنا سالب نص. فيضرب تلاتة في سالب نص. وبعد كده هتنقصها من السالب ستة. هيتطلع معاك الباق قيمتها بسالب تسع على الاتنين. والحمد لله والله صلى الله والسلام مبارك عليك سيدة محمد كده بفضل الله تعالى خلصنا التفاضل بإذن الله تعالى سيكون الحلقة الجاية حساب المثلثات الفضل كله لربنا سبحانه وتعالى لو كان في فضل فالفضل لربنا أسألكم الدعاء وأستنوا عليكم أشوفكم بالحلقة الجاية وتصوروا اشتركوا لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته